السلام عليكم في هذا الفيديو سأعطيك حلول لا تخف إذا قمت بإدخال مبلغك بمستر كارت أو فيزا وأيضا سأعطيك حلول أخرى لكي تعمل بهذا الرصيد الذي قمت بإدخالي هذا الفيديو سأتكلم بلغة العربية لأنه المشكل يأتيني من ناس العرب من جميع العالم العربي وأيضا بكتراء المغاربة لكن نفضل أن تكلموا بلغة العربية لكي يكون الفيديو مفيد للكل قبل أن ندخل في الفيديو أريد أنه إننا شرحنا الكثير من الأشياء حول السكريين طريقة الحساب تفعيل بالوثائق المطلوبة إداع المبلغ عن طريق جزاء أو شراء الرصيد سأترك لكم رقم الهاتف لشخص يقوم ببيع الأرصد الإلكترونية معروف وبمصداقية طبعا الآن هناك بعض الناس يقومون بإدخال مئتين دولار أو مئة دولار نقرأ بمثال شخص قام بإدخال عشرين دولار قام بإدخالها بمستركار يفتح السكريل كل شيء جيد كل شيء تمام قام بإدخال المبلغ يريد أن يدفع من المنصة التي يريد أن يدخل إليها أي منصة كيفما كان أو يشاري فقط فلا تقبل له كيف لا تقبل له يقول له أن الرصيد الموجود لديك ديبوزيت في مستركار يعني أنك قمت بعملات ديبوزيت في مستركار يعني هذا الرصيد فهو الآن مجمد لا يمكنك العمل به وشرحي في الفيديوهات السابقة أن الأرصد المجمدة لا يمكنك الشغال بها هنا حلين الحل الأول يكون المشكل أما أنك قمت بإدخال الدولار والمنصة يعني تطلب منك الأورو ويقول لك أنه لا يمكن هنا الخاصية تقوم بتفعل هذه الخاصية كما نشاهد هنا تقوم بتحويلها لـ USD فقط تقوم بالتغطى عليها ويعطيك المعاد USD يورو الياباني إلى غير ذلك يعطيك هنا بعض العملات الخمسة عملات وكي أنت تختار العملة اللي هي موجودة في فسكريل وأيضا مطابقة مع المنصة التي ستقوم بإدخال لها المبلغ كيف ذلك يعني المنصة فيها الأورو وأنت لديك الدولار لا يمكن الدخول المبلغ أوكي تقول لي أخي عبد الله أنا لديي الدولار والمنصة فيها الدولار لكن لا يريد الدخول المبلغ المبلغ لا يريد الدخول هنا أخي الكريم سأقول لك أنك قمت بإدخال المبلغ عن طريق مستركارت وليم كيف يمكنك العمل به أوكي هنا الحل هناك حلين الحل الأول خصوصا إذا كان مبلغ كبير أما أن تقوم بسحبه يعني تقوم بإرسال الشخص ما على السكريل الخاص به ويعطيك المال هذه الطريقة هي موجودة ستجد الرقم أسفل هذا الفيديو يقوم بهذه الطريقة يعني تعطيه المال ويعطيك المبلغ الذي ستعمل به في الإكسنس يعني يقوم بشحل لك الإكسنس مباشرة يعني بدون أي مشكلة هذا الحل الأول سأترك لكم رقم الهاتف في أسفل هذا الفيديو في description وأيضا في أسفل التعليقات الحل الثاني إذا كان لديك مبلغ كبير فيمكنك السحبه عن طريق البنك لكن هنا سأقول لك عندما تقوم بسحبه عن طريق البنك يأخذ منك اقتطاعات كبيرة وهنا أنك لن تعمل به في المنصة التي تريد أن تقوم بإدخال فيها يعني أعطيتك الآن حلين الحل الأول هو أنه يمكن للشخص أن يقوم بتحويل لك ذلك المبلغ ويمكن يكون الشغال به في المنصة يعني بعدما قمت بإدخالها وهي مجمدة يمكن أن يحولها لك أن تعمل بها والحل الثاني يمكنك أن تقوم بسحبها في البنك أنك لا تريد الآن يعني وضعها في المنصة التي تريد العمل فيها والحل الثالث النس اللي عندهم يعني مبالغ قليلة يعني قام فقط بإدخال عشرة أو عشرون فهنا لا يمكنه لا سحب الله في البنك الحل اللي عنده هو أن يقوم أيضا يعني إما بتحويلها أو يقوم بتغييرها إلى يعني مبلغ إلى يعني يأخذها يعني أموال أوكي أنت تقرر ما تريد أوكي جيد أما الحل اللي أعطيت هو أنك لديك مبلغ ولا يريد أن يشغل وأنت يعني ما دخلتش بمستركار أو فيزا يمكنك فقط بتحريك هذه العملة هنا ويمكنك الاشتغال بها أوكي جيد قدير كل الشخص آه أنا لدينا مبلغ طعمت بإدخال مستركار لكن لا يعمل وقوم بتحويلها إلى يعني من دولار الأورو لكي تشغل لن تشغل معك ولو حتى حولتها خمسون مرة فقط تضيع أموالك لأنك عندما تقوم بالتحويل المبلغ يقتطيعون بعض الرسل يعني مثلا لديك مئة دولار حولتها للدرهم ستعطيك تسعمائة درهم أو تسعمائة أو خمسون أنت فقط تضيع في الأموال حولتها للدولار ستعطيك مبلغ قليل خمسة وتسعون دولار إلى تسعون دولار تحولها مرة أخرى حتى يصبح لديك مبلغ اللي هو تمانين دولار يعني من مئة دولار وسط تمانين دولار أنت تقوم فقط بالتكرار لهذا أنا أحببت أن يكون هذا الفيديو أن تشاهده قبل أن تقوم بالعمل هذه الأشياء اللي هي ستخبطك وستجعل أن لديك مبلغ صغير جدا ومبلغ يعني قديل وأنت لا تعرف كيف ستسعامل مع هذه الأمور بعض الناس سيقول لك أخي الكريم نحن قمنا بإدخال المبلغ ونقف أدل ودائما أقول شيء مهم جدا وريد أن أقول في هذا الفيديو دائما يا أخي الكريم الأموال قم بالتعامل بسكريل لماذا؟ لأن من سكريل يكون هناك سرعة في الإيداع وسرعة في السحب ليس كأنك قمت بإدخال برطاقة يعني تأخذ بعض الوقت وعندما تريد أن تقوم بسرعة المبلغ يأخذ بعض الوقت اللي هو قد تصل إلى أسبوع ولهذا أنت تتخبط فقط في هذه المشاكل لهذا تعامل فقط يعني في المنصة بطرق دفع إلكترونية اللي هي تكون سهلة في الاستخدار وفي الإيداع والسحب بسرعة في تواني كما أننا سحبنا في الإكس نيس وتوصلنا بالمبلغ في غضون يعني فقط دقيقة واحدة يعني تفهم النور بدون أي مشكل وإذا كان لديك المبلغ أيضا في سكريل تريد أن تقوم بسحبه فيمكنك أيضا تسحبه بالطرقة التي قلت لك سجد الرقم من أسفل هذا الفيديو تواصل معه وإن شاء الله يكون الحل وهذا ما في الأمور أن نحن فقط نضع هذه الفيديوهات لكي لا تتخبط وتكون كل شيء يعني يجب أن تعرف كل هذه الأشياء من البداية لكي لا يأتي كل شيء صعب لأن كل شيء في هذه الحياة فيكون هناك بعض تعقيدات لها تكون بسيطة وقمنا بشرحها من الأول إلى الآخر يعني شرحنا كل شيء عن السكريل هذا ما في الأمر أتمنى منكم مشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى تعمل فائدة ونشر المعرفة كذلك دمتون فائدة ترجمة نانسي قنقر